بنية جديدة لأنشطة الميكانيكيين ومهنيي السيارات ترى النور بالعاصمة السينيغالية داكار على مساحة قدرها 62.3 هكتار ستحتضن هذه البنية جميع الأنشطة المتعلقة بالميكانيك وأوراش العمل ووكلاء سيارات المستعملة هي منصة غير مسبوقة تم إحداثها بتكلفة مالية قدرها 15 مليار و300 مليون فرنك إفريقي من قبل دولة السينيغال ويعكس هذا المشروع طموح دولة السينيغال في تسريع وتحديث الحرف الوطنية التي تشكل حافزاً للتحول الهيكلي للاقتصاد وتنمية رأس المال البشري البنية ستوفر إطاراً مناسباً لمهني السيارات لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تضمن كفاءة وتنافسية الحرفيين وتم على هامش حفل تدشين هذا المشروع منح مجموعات من معدات تشخيص حالة السيارات للميكانيكيين